جاي انت وعائلتك على دبي اي كتير تحل الزيارات انا بحب تكون مع عائلتي اكتر لوقت ودبي جديد انا بجي على دبي ما كنت اجي قبل ما كنت اعرفها اول مرة جيت كان عندي كونسير بيانو بافتتاح اللوفر بابو دبي وحتى ما كنت عارف ان ابو دبي ودبي مختلفين عن بعضهم خدت اوتل بي دبي وكل يوم روح اتمرن بابو دبي بالسيارة بعدين بلشت حب وهلأ يعني دبي اخدت مركز عالمي وقت اللي صار في الكوفيد كل الاجتماعات اللي كانت فيزيكلي لازم تصير مش بالزوم وسكايب كانت نعمل بي دبي لانو بباريس كانت كل شي مسكرة امريكا مسكرة اكتر دول العالمة في غير دبي كانت اوبن وبعدين اجت تحارب روسية واوكرانية صار اكتر الناس ما بي يروحوا على اوروبا صار عم يجوا لهون فيعني هيك مظبوط هي انترناشنل سيتي انترناشنل سيتي وكمان بالاكسبو كمان الاكسبو 2020 جمع العالم هون يعني سيعبت بوقت كورونا بس بعدين رجوع عدو 2021 يعني الاكسبو 2020 جاب الكرة الارضية كله لهون يعني هون صار ميكرو وورد صار بدبي وكان نجح جدا على فكرة اللي من الناس اللي نظموه واشتغلو باكسبو دبي لبناني اسمه عمر شهادي ايه بعرفه هو كان من وهو بفضله نجح يمكن اللبناني نحنا مش عم بحكي عن نفسي بس عن اللبناني اللي ما عايشين برا اكتريتهم نشحين كتير مظبوط نشحين بس مانا ادارة صح مننجح بدبي لانه في ادارة صح صح باللبنان المشكلة انه للأسف ما ما عم مننجح بلا مننجح اذا قررنا نكون مافيا ونكون زعران وهيك مننجح باللقين بالزبط عمر حرفوش اهلا وسهلا فيك احنا بلشنا قبل بس انا كتير سعيد بلقائك هيك نتعرف عليك بالوجه الاخر الوجه ممكن اللي ما كتير اشخاص بيعرفوا عنك في جزء من العالم اكيد جزء كبير وخصوصا باوروبا يمكن بيعرفوك اكتر باللبنان تعرفنا عليك يعني وجه سياسة اول شي بدي اقولك انه شو شو صاير عليك يعني شو اخدك على السياسة وليش يعني تعرف انت الجو وحسه وكر انا واحد لما يفوت لهونيك يعني مش رح يطلع ببسمعة طيبة مثل البيانيست مثل الفاشن مثل البرودكشن اللي انت فيه انا نفس الشي مثلك افكر شو اللي جابرني وشو جابرني الحقيقة انا الظروف هي اللي فرضت علي الاكتيفتي اللي عم اعملها انا كت عم روح على لبنان اعمل بيانو كونسرس ما كان عندي شي غير انه اعمل بيانو كونسرس كو عم بعمل اعمل بالاصر الحكومي اللي هو اصر اللي فيه الحكومي الليبناني اصر قديم عملت بطرابلوس كذا كونسر انا من طرابلوس ومرة كانت بيه جامعة العزم اللي هي جامعة كتير منيحة بطرابلوس عندهم مسرح وكانوا عزميني اعمل كونسر بيانو وانا متل ما شفتني بجيت لعندك مع عائلتي بروح ودائما مع عائلتي كانت بنتي بعض اصغر فانا عم بتمرن بتمرن عشر تيام انا تقريبا على البصالة تعود على الاكوستيك على البيانو ومعي الاركسترا يعني بدنا التمرين فكنت كل يوم شم روائح مزعجة جدا يلي هي النفايات فاسأل الناس من اوقات كون ريحة كتير قوية يقل لهم شو هالريحة اقولي لا احدا حسب الهوة شي عادي يعني معاودين انه اليوم الهوة هيك اليوم شرقي يوم غربي بكرة هيكون اخاف حسيتهم لك انه بالنسوي قالهم شي عادي فطلعت من الجامعة شفت جبل اعلى من الاهرامات طبعون الجيزة جبل نفايات وعايشين الناس عادي حواليه وهو موجود طريبا بطرابلس وفي نهر ابو علي اشهر نهر بطرابلس يعني بيصب فيه وعلى البحر والطرابلسيين بيأكلوا من السمك يعني اللي بيصيدوه بالمنطقة هوني فانا عن لاني ما بعرف لبنان منيح انا رحت عمري 17 سنة من لبنان فكرت انه الاهل للطرابلس والشمال هن بس لازم حدا يساعدهم حتى يتنحل المشكلة فرحت بفضل علاقاتي باوروبا نظمت مؤتمر بمجلس الشوخ الفرنسي للبيئة بطرابلس وعزمنا للأم المتحدة وجه النائب امين عامل المتحدة ترقص الجلسة وقلت لهم في مشكلة بترابلس اللي هي النفايات قالوا اوكي هنساعدكم وحقوا لقوا معمل فرنسي وتمويل الأم المتحدة وهكي كانت كل اللبنانية اللي عم بلتقى معهم وقتها كان رئيس جمهورية رئيس الوزراء الوزراء النواب كلهم مشجعين وجه وفود اوروبيين وانا كنت مفكر ان انا عم بعمل شي صح وكنت سعيد جدا اني انا عم ساعد الناس اللي انا منن وانا عيشت طفولتي بطرابلس بحرب اهلية كانت لحديث ما صار الموضوع جدي ومضى رئيس بلدي طرابلس عقد مع عقد يعني مبدأي letter of intention مع المعمل يلي كان بدي يحول النفايات وجبل النفايات لكهرباء بتصدق وله السمات زراعي يلي في طرابلس ما فيها كهرباء وهون بلشت المشاكل صار حرب فزيعة ده ضدي صاروا يتهموني بكل شي ساعة مستعمر فرنسي ساعة ما بعرف شو واكتشفت انه الناس مش الشعب يعني ولكن المسؤولين هونيك مبسوطين في الزبالي وبنسبهم انه الزبالي يدل ويدل النفايات واكتشفت انه هاي ده بزنس بنسبة لهم وانا جاي عم ما ازعجهم انا كفكر ان انا جاي عم ساعدهم طيب انا عم بزعجهم فوقت الهلني صاروا يتهجم علي صرت انا دافع عن نفسي فكلما دافع عن نفسي كلما يتهجم علي اكتر ففتت بدوامي بابا عم بدر اطلع منا صار لي سنتان ونص فبينجح بمجال بيجرب يخرب طولي بمجال برجع بفوت بمجال جديد علي دافعنا عن نفسي فيه وهيك كل الوقت عم بحكي بكل شي في فيه يعني انه انا اليوم اللي رجع الزمن لورا بقول لك ما بعزف بجامعة العزم ما بعمل كونسير بطرابلوس وبدل بس بروح بشوف اهلي وبسالم عليهم وبشوف رفقاتي وبرجع مش لانه ما بيستاهلوا بالعكس هني بيستاهلوا ولكن هني ما بدهم يعني ملك انه واحد ديش بتقول له انا هاجع عمل لك حياة غير انا بالنسبة اللي نفكر حياة احسن هو بيقول لك لا انا مبسوط بالكوخي اللي عايش فيه الكهرباء مش لازمتلي انترنت ما قلو لزوم اه بالراد ما في لزوم اه هيك حبيب يعيش فانا حسيت اني انا صارت دخيل اه غير مرغوب فيني والنشاطات اللي عم بعملها الناس ما بدي ايها هيدا من من الناحية من الناحية تاني وقت اللي اطرحت مشروع انا كنت ما اقول لك هاد دوامي صارت عم تكبر الدوامي وانا عم بكبر معه فمشروعي صار اكبر وقت لازم فكر بي الحل المستدامة يعني حل شامل ما ما قلت كون مشكلة بس بي عم النفايات او ما في كهرباء اللي بنا نسارف عشرات المليارات للكهرباء والناس ما عندها كهرباء اه وهيك بكل المجالات تقريبا فقلت لازم لاقي حل وصرت استشير رحت عند الكوميسيون دو فينيز يعني هي لجنة البندوقية بالاتحاد الاوروبي اجتمعت مع مسئولين مع وزراء مع خبراء دستوريين سفرت على عواصم القرار عملت مؤتمرات وصار عندي نتيجة انه لبنان لازم يتغير في النظام السياسي والنظام الاقتصادي عفاكرة كل لبنان بقولوا وصلنا لطريق مزدود وصلنا لطريق مزدود واطلوا واحد بيصل لطريق مزدود بعمر طريق جديدة وهيدا هو اللي انا مشروعي ياللي عما اسعاله اللي هو لبنان جديد اللي هو جمهورية اللي التالتة باعتبار انه جمهورية لبنان اولهية وقت الفرنسيين طلعوا من للبنان. الجمهورية الثانية هي جمهورية الطائف يلي عملها وسعلها رفيق الحريري يلي انكز لبنان من حرب اهلية ولكن كان اساس لجمهورية الفساد لانه الطائف هو من جنب عمل سلام سلم داخلي وقف الحرب ولكن من جنب تاني مين اللي عمل الاتفاق الطائف هنه امرأة الحرب وهنه بين بعضهم قالوا اوكي نحنا نمشي معك بالسلام بس نحنا عم نربح مصاري من الحرب عنا حواجز لعالم تدفع الضرائب هنه يخوه يعني بس بيسموه ضرائب ونحنا منام بيكون عنا مدخول ام قال لن اوكي ونحنا وجيتنا مشاريع المملكة السعودية رح تتمول الفرنسا رح تتمول جاك شراك وعدنا بمؤتمرات عالمية ومنصير متقسم كل شي علقد يعني هنه اعداء بالسياسة ولكن بالحصص بيتقسموا كل شي كان كل شي تمام لانه كان لبنان ماشي ولكن هلأ لبنان ماشي هلأ لبنان مقفلس ما في ليرا ما قاله ايميل جواز اللبناني ما قاله ايميل حتى اذا كان حدا معه جواز لانه نحنا مش بس معنا جواز سفر يعني ما فينا سافر فيه اليوم انوكي قاعدين في دبي اذا اليوم عرف اذا انت لبناني ولا انا لبناني اذا اليوم انا خلص باسبوري او خلصوا الصفحات من كتر الطاجات على باسبوري ما فيك تجدده ما فيني جدده يعني ما بقدر بس اقول انه انا جواز سفري ما فيني سافر فيه اذا معي يمكن ما يكون معي بالمرة جواز سفري فشوف لأي درجة نحنا وصلنا فعمر هرفوش بيانيست ولا فاشن ولا بروداكشن ما قاله ايميل ما قاله وجود اذا ما معه جواز سفر فهي دا كرملهاكي انا يعني الامور هي مربوطة بعض لأو انا استغني صغنيت عن جواز سفري لبناني وعن لبناني تي لاني انا حامل جنسية لبنانية لان انا اعتبر حال نفسي لبناني وما طلبت جنسية فرنسية ولا الماني عم قليك جنسيات بيحقله ا evet ولا جنسي الروسي ولا الاوكراني الاوكرانية ه confidential أوكي اخي انا لا لانه انا ديما كنت اعتبر انه أنا من لبناني مولا كيف الاوبر حسيت hablando خلي غير لبناني فكريميل هيك لأني اللبناني ما بقدرني أنا ما أكمل أسعى وأعمل جهدي ويمكن إنجح هونوز مضبوط بس يعني بس واحد يسمع هيدا الشي يعني بيخترع باله أنه يا أما عمر في كتير مصلحة أو في كتير شيء منه حقيقة يا أما هيدا الإنسان أنه فعلا هل قد عنده حب أو طموح أو بعشن لبلده بس الموضوع يعني بصراحة الأكترية بميله أنه شو صاير عليه يعني طب أكيد في عنده مصلحة أكيد في لأنه ما معقول كل هالفساد الموجود باللبنان وأنت أنه عم إصرارك عليه وحتى ردة فعل العالم يعني مش بس مش بس من السياسيين يعني أنت أبن طرابلوس وهني يعني حتى أهل طرابلوس كنت بالنسبة لقالهم شخص غريب عليهم غريب يمكن بسقافتك المختلفة ممكن عشت بره أكتر أو ما اعتبروك من الزعمة اللبنانيين اللي هني معوادين عليهم يعني مش معوادين مش بس طرابلوس كل لبنان مش معوادين من شخص يحكيهم بشغلة وما يكون في مصلحة من وراها لأنه 99% من السياسيين اللبنانيين عندهم مصلحة إذا بدون يعملوا أي مشروع أو أي شيء فأنت ليه عنيد هالقدة يعني ليش إصرارك على الموضوع وأنك حابت تكمل أوكي لقيت في مشكلة إنه من ورا ريحة مش حلوة في زبانة مثل اللي بالمطار منشمها على فكرة صحي زيتا وعم بتروح لأصل المشكلة إنه لقيت إنه هاي دي ما بتتغير لما تغير النظام كله من من رأس الهرم يعني أنا بدي أعترف يعني أنه أنا عندي مصلحة طبعا ومصلحة هي أنه أنا صير عندي فخر ببلدي كل تحسين بقدر أعمله للبنان كل شيء بيتحسن فيه كل ما بي بنحكي شيء مني عن لبنان بحالة محال بالعالم أنا بحس حالي أحسن حس حالي النظرة لألي صارت أحسن هاي هي مصلحتي أنا كل ما بجرّي بحسن كل ما عم يتحسن لبنان ورا وشوي وأنا عم بتحسن فهي مصلحتي ما حق إلا أنه أنا مش فرقاني معي طبعا أنا بقدر أعمل مثل غيري أكون عندي جنسية تانية أنا رفقاتي اللي هني كانوا معي بالمدرسة بالفرار بترابلوس في منهم عندهم جنسية فرنسية أكتريتهم هي البطولة اللبنانية أنه بيضغر بيخد جنسية مر كيف يعملوا هذه الشغلة ما بعرف أعملها بس خلص النجاح للبناني هو أنه يصير معه جنسية تانية أو يخد فيزا بشوفهم أنه بجلسات بالكافي بالمطاعم بيتناقشوا باليمين واليسار الفرنسي وقلنا أنا لأ لما تصوّط لهون ما تصوّط لهون وما عندهم أي هم باللبنان ولا أي اهتمام باللبنان غير أنه يروحوا يأكلوا أكل طيب باللبنان ويزوروا أهلهم أنا كان فيني يكون مثلهم بس أنا مصلحجة أنا مصلحة هي الوطن مصلحة هي لبنان هن اللبنانيين اللي عادين هونيك أنا وعاماتي عايشين بعكار نفوسي بعضه بعكار ممكن ما بتعرفين بعكار هي منطقة بشمال بس أنا 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 عم بحكيك معك عم بحكي معك بكل شفافية هاي هي مصلحتي إنه أنا مش بس أنا أبن عمي كملكم رح تصدق مش كل العالم خليني أنا أنا عارف أنا عم بعمل لك دعاي ما كل العالم رح تصدق الموضوع سوري لو قطشتك يعني فيه أنت فيه جانب منك بتحب الشهرة وبتحب الفاشن ومبين وواضح عليك يعني بتحب الظهور وهيدا الشي حلو يعني هاي المثالية حلوة بس إنه ما رح يعني ما كل العالم رح تصدقها يعني معقول ما فيه طموح مادة ما فيه طموح سياسي ما فيه طموح يمكن ماديا يعني تزيد ثروتك ما بعرف عنشه وضع ثروتك خلل نحكي فيها بس لحاله الوطنية لا مش مش رح تنقبض كلها مستر عمار أنا صار لي سنتين ونص ما حدا بصدقني يعني مش أنت أول شخص بتقولي لا مش معقول لأنه نحنا اللبنانين يعني اللبنانين اللبنانين اللي عم بيحكي معهم وحضرتك واحد منهم لأنه نحنا نحنا اللبنانين مظبوط ما منصدق شي لأنه ولا مرة حدا حكي معنا حقيقة يعني بنفترد دايما أنه شو ما صار شو ما قالوا لنا هيدا كذب ووقت اللي منكتشف حقيقة اللي هي بتكون الحقيقة بقولوا لأ هاي مؤامرة ما ما أقول هاي الحقيقة اللي هي تكون هيك وسأنا كل لبناني بقولولك فيه قرار دولي وإقليمي وأنه اللبنان لازم يكون هيك لا هو المافيا اللبناني هي اللي سرق البلد وهي اللي مقفلسته بنسبة لأ لأنا الشهرة أنا عندي إياها أنا انتزعت سمعتي باللبنان يعني أنا الشهرة اللي كانت عندي إياها حتى بترابلس وقت كنت التقم مع الترابلسيين حس بعنيهم عم يطلوا علي كاستار هلأ اليوم يطلوا علي نصهم بكرة ونص بديوقتلني ونص بديو يضربني ونص بديو يجدت علي آآ 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 نا و و ونص بديو يسرق الكراسي وقتا زيت مها مهار غير مظبط سألوني يعني يعني الأسئلة نه لأنو كانوا موعودين بشي لا 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 هي بحكي لك أحد حكيتها على التليفزيون ولأما في هذه عملية مدروسة عملت يعني لأفشال المؤتمر اللي أنا كنت أعمله بس أنا حدل بالأسئلة اللي عم تسألنيها لأنه أنا بعتقد أنه أكتر شي اللبنانيين حبين هلأ يسمعوه والأسئلة الأجوبة على الأسئلة اللي أنت عم تسمعني عم تسألنيها لأنه ها أول مرة حدا عم يحكي معي بالصميم بالأصل ماديا كيف أنا ممكن أفتكر أنه أنا ساروتي ممكن تصير أحسن إذا أنا عم بصرف من جايبتي على كل شي عم أعمله بلبنان هيدا من جنب أثنين الكل بيعرف أنه أنا انصرقت بلبنان وهذا كان عندي حملة انتخابية الفريق العملي اللي كان هو المولج وعم بينظم لي الحملة الانتخابية بإخر عشرة أيام غيروا تليفونياتهم واختفوا مثلا أنا أعطيك أمثلة أنا أعطيت مساري اللي إنشارع يمكن ألف تليفون مافي تليفونيات شي ميتان كمبيوتر مافي كمبيوترات يعني عم بعطيك أمثلة بسيطة ولكن هيدا مبلغ كبير أنا هو مصريات اللي أنا ربحانهم بالحلال وأفضل أني أنا أصرف على أولادي وعلى مشاريعي فلليوم أنا حتى أقول لك أكيد أكيد أنا عم بنقص مش عم أربح هذا واحد إنه أنا قدر أربح بالمستقبل مستحيل هاش يصير ليش لأنه أنا عم بحكي بالشفافية وعم بحكي بالعم بحكي وأعمل للشفافية حتى أعطيك إذا بدك أمثلة جدية وفيك أنت تبحث عنه وتلاقي إنه مزبوط وعم أحكي إنه أنا ضد الإسراء غير المشروع وأعمل حتى إنه هالشيء يصير مش بس عين حكا فيه ولكن يصير شيء رسمي وجددي فكيف أنا ممكن أني أنا أسعى لهذه الأمور وأنا بنفس الوقت عندي مشروع أني أنا أصير غني بعدين من لبنان من شو بدك تصير غني يعني تمفترض أنه مثلا وقت المعمل الترابس إيه هيدا عمر حرفوه جاي بمعمل لحتى ربح مصاري المعمل كان ممول من المتحدة وما في ربح مصاري يعني أصلا بعتقد سبب من الأسباب ياللي ممشي لأنه أنا مقبلت فوت بي كوميشن يعني صار ما يا حديث إنه هون هون فيك ليش هلقت سعر صغير ليش وتكبروا هي فيك طلع مصاري يعني كان فيني طلع مصاري وكن أنا قلت لا بدي أعمل نموذج هيدا بطبيعي اللي بيعرفني من عشرين سنين أنا بالبيزنس صار لي اليوم هلأ عمري خفول خمسين أنا صرت مليونير بأربع عشرين سنين كنت صغير إلا ما يكون عامل خطأ لو بالفعل أنا بشتغل بإشياء يعني مش مزبوطة كانوا أعدائي ما اختروا علي وكانوا يطلعوا لي نبشوا لي إشياء أنا عملها عملها خطأ فاكر لأني أنا دايما وكل الناس يشتغلت معهم بيقدروا يشهدوا أنه أنا ولا مرة أغلطت ولا مرة نصبت ولا مرة كان عندي أفكار غير طبيعية والعكس أنا سماحت يلي نصبوا علي يعني هواد بيصير معي هواد بيقول يا أخي هيدا الزلمي وضعوا ممنيح ويقولوا يقولوا أن يلي بدوا مني شيء المدرسة إذا نشحت تعميرة بكروم عربي بيعكار هلأ ثلاثة الطوابع صاروا جاهزين لأنه من أول يوم تفقت أنا ورئيس البلدية وأهل الضياعة أنه كل واحد حابب يربح مصاري زيادة يقول أنا بدي يربح حلقت بس ما يزيد حق الطرابة ويزيد حق السمند وهيك واتفقنا كل يدنا على هالشي ونجح المشروع فطبعا أنه الناس دا اللي تشك بطبيعة الإنسان بشك يعني فيه أكتر من الإله فيه ناس بتشك موجود ولا مش موجود الدين ناس بتشك فيه الواحد عن حبه لأهله بشك عن بوطنيته بشك الشك هيدا هو اللي بخلينا نتقدم لأدامه وأنا بشك كمان بكتير إشياء ولكن أنا كعمر هارفوش قاعد قدامك عم قل لك وأنا عم بطلع فيك وبتمنى أنه رسالتي توصل ومش ضروري لكل يصدقني يعني ما هدف أنه يصدقوني العالم وهم أني أنا عارف أنه أنا ما عندي أي هدف أنه يكون عندي ربح مالي من لبنان باعتقد أن شيء حتى مستحيل الثاني شغلة ما عندي أي مخطط غير أني أنا أعتز باللبنانيتي وأنه يكون عندي وطن منيح على فكرة أن الوطنيين موجودين في لبنان وأنا بكتبولي وبكتبلهم وبترسل معهم في ناس كتير بتستغرب ليش العالم بتشكك بوطنيتي لا دائما في شك بوطنيتي في كتير ناس بقولوا أنا كمان عندي الوطنية بعدين أنا كلبناني من النادرين يلي ما عندي زعيم يعني كل لبناني بيحكي لك بالوطنية ووطنية ووطنية بتسأله كذا السؤال بعدين بتقول لك أه لا بس هذا زعيم ما بقرب عليك أنت ترشحت عن ترابلوس ومضطر أنك تكون ضمن يعني منطقة معينة ضمن حتى يعني دين أو مذهب معين يعني بالنهاية بدك يا تكون مع زعيمة معينين فبس على سيرة أنا مصرفة أو أنا أنا عم بصرف مصريتي بس هي انفستمنت اللي أنت فت فيه مستر عمر وأنا هذا اللي بدي سألك عنه أنه أنت صرفت بس صرفت على حملة إعلانية لقلك يمكن كان أهل ترابلوس متوقعين يمكن دايريكت المصاري تكون رايحة لقلهم بكمساعدات هيك متوقعين أنه هيد الرجل اللي يمكن منقذ بالنسبة لقلنا بس نحنا ما نناكله نشرب هلأ ما فيك يعني ما فيك بس التعميون أحلام والتعميون يعني توعدهم بأشياء أنه وخصوصا يعني اللي عم تطلبوا أو اللي عم تحلم فيه كتير بعيد يعني إن شاء الله بيتحقق أنه الجمهورية الثالثة والنظام جديد للبنان فهني شوي أنه داية أنه أوكي أنت صرفت فلوس بس على البانويات على كل لبنان وعالتليفونات عم بتقلي وفيه أشخاص بيقولوني كمان كنت عم بتدفع العالم مصاري اللي يكونوا معك بالليحة تابعوا لك يعني هيدا المعلومات اللي مني أكيد منها بس مئة ألف دولار مش مصفوط أنت فكر فيها لك أنا سألت العالم أنت فكر فيها ما أقولني أنا أطلب كنت مئة ألف دولار مثلا من سيتشو اسمه عمراتي فيه تسلط عشر سنة أو من ميمة أطلبوا ما هني مكان يعني اللي موجودين ما معهم مصاري اللي كانوا معي ما معهم مصاري بالنسبة للإنفستمنت صح أنا أول وأهم إنفستمنت عملته هو بمشروعي المشروعي اللي أنا عم أطرحه البانويات اللي حتيتهم على بلبنان ما كان في أي إمكاني أنه يخلوني أربع صير نائب المبادئي اللي كنت عم بحكي فيها ما كان بتخليني يصير نائب ليش؟ لأنه أنا كنت عم بحكي مثلا بحق المرأة تعطيها جنسية للأولاد إذا الأب غير لبناني يعني أنا طبعا عقصدي على أزواجهم مصريين فلسطينيين سوريين لأنه الطليان والفرنسيين مش فرعني معهم هؤدي الناس ما بيصوتوا ما بيعطوا أصواتهم أنا كنت عم قول أنه ما في فرق بالنسبة لأيلي بين ابن الضحي وابن ترابلس نص ترابلس بدا تبطل صوت اللي وقال بول هاك كل أنا مع أعطاء الجنسية للفلسطينيين اللي بيخلووا بلبنان عنا أربع أجيال من الفلسطينيين ما بيعرفوا شي غير من المخيمات مخيم البارد بالداوي ومخيمات بمرأة تانية باللبنان أنا مع أعطاء الجنسية هؤدي الناس ما بيصوتوا وبكل المقابلات اللي كنت عم قولها كان قولوا إداش حظوظك أنك تنجح بالنيابة بترابلس كنت عم قول لهم حظوظي صفر إذا هلأ بتروح على الجوجل أو اللي عم يسمعونا بيروح على الجوجل بيشوفوا كل الأنترويوات حتى قبل كذا يوم كانت عم قول حظوظي صفر حتى الصحفين الأجانب اللي أجوا على لبنان وعملوا معي مقابلات سيقولولي هن صحفين أجانب مثلا اللي بيراسيون اللي هي أكتر جريدة يسارية بتقالي بس إنه فضل جمعة مش رح تشتري الأصوات وحتى قال لي السعر قلتوا لأ مش رح يشتري الأصوات لأنه أنا ضد الفساد وأنا ما بدي أشتغل بها شركة كافيني أنا أني أنا اشتري صوت مثل ما عامل إيهاب مطر مثل ما عاملوا غيره إيهاب مطر ما عام بتهموا لأنه هو اعترف يعني في الجديد حتصوروهم بالسر وقالوا لهم هل أدي حق الصوت وكيف عام يشتروا الأصوات ولكن أنا برنامجي هو على مستوى لبنان وأنا بالنسبة لي الانتخابات بطرابلوس هي كانت يعني منبر لحتى أنا قدر أحكي على صعيد لبنان لحتى يكون عندي سمعة على مستوى الوطن وهالشي نجحت فيه يعني أنا ما بقدر أقول لأنني أنا بالحملة الانتخابية فشلت لأنه أنا كان عندي هو أني أنا أحكي بمشروع وهو مبادئ لبنان يلي كلنا لازم نحلم فيه هيدا واحد اثنان يلي زعلوا أنه أنا عامل بانويات بانويات شركات لبنانية وعنده مصفين وكله موظف عنده عائلة والعائلة بتروح بتصرف بالدكان بتصرف هيدا فكل شي حي الله مخترق بيعمله إن كان شراق بانوي أو يشتري حي الله سيارة أو شي هو عام يصرف مصرياته باللبنان فما لازم أي واحد يجي يعترض أنه ليش هيدا جاي من بره عام يصرف إلا إذا بيغار أو بيحسود أو بيقول لك ليش هو بيقدر وأنا ما بقدر يعني هي بتروح باللبنان فيها أنت قلت أنا عم بخسر باللبنان أنا قلت لك عم تعمل أنا حقلك وانا خسرت أنا خسرت هو المصاري الديريكت اللي أنا ادفعتها لا تعمي الناس بيرمان إحنا كانت الانتخابات بفترة رمضان أنا عطيت مبلغ كبير لحتى تاكل بين ألف وثلاثة آلاف عائلة كل يوم كل يوم عملنا حسابات وأنا عطيت المصاري عملوا لي رابورت على ثلاثة أيام بس يعني كان أنا معي خبر أن الناس عم تاكل على ثلاثة أيام الرابع يوم حدا أكل ما بعرف خمس يوم حدا أكل ما بعرف وغير هيك بالعيد كان عندي بيك أبات صغيرة يبرموا بالأسواق وبهيدا ويوضعوا تياب للعائلات وعملت كتير إشه يعني فيه ناس بيقولوا لش ما بتقول أنه أنت هيك عملت إشه لأنه أنا مؤمن المساعدة ما لازم حدا يحكي فيها بس عم بحكي بالفطور لأنه عملنا رابورتاج وأنا أبعت مصوري حتى يكون متأكد سوري هادي المصاري صح ما وصلت لأفواه الأطفالي اللي أنا كان بدي يلي كان بدي تعميهم هايدي هايدي شغلي أنا بفترض خسارة دولار هي خسارة وهي خسارة في ديحة ليش لأنه هيدا شيء إنساني أنا كنت عم أعمله بالنسبة لمشروع الكراسي اللي أنا حكيت فيه مش أنت سألت لأنه أكتر يلي صار إنه أنا عمر حرفوج ما وعدت أبدا أي شخص حتى يجي على هيدا المهرجان تحديدا لحتى تفعله مصاري هيدا المهرجان كان للمندوبين يعني الواحد بيكون مرشع وعنده لقيها بدو يجمع المندوبين يعني هني يوم الانتخابات بدو نكونوا موجودين بهم أماكن الاقتراع فهيدا كان شيء داخلي لألنا وأنا عرضت فيديو نحنا اللي ما كانوا عارفيني اللي نظموا الهجوم لسرقة الكراسي إنه أنا كنت عم صور بسبب إعلامي يعني لحتى نعمل كليب كان عنا درون عم بيصور من فوق وكل مشاهد تبع الدرون عرضناها على التلفزيون الجديد بقدر بعط لك اللينك ونحطه على الإزاحتات على الإنستجرام نقدر نحط اللينك حتى الناس تشوف إنه كان في شباب منظمين لبسين تيشرتات تبع جمهوري اللي بني تالتي اللي هو الموفمت تبعي وقفين وراء بنايات إجاي هون أمر إنه هلأ ركضوا وأخذوا الكراسي وبعد هنا ما أخذوا كرسي كرسي تاني يأخذوا عشر كراسي خمسين كرسي وغير هيك الكراسي بالنهيين صرقوا في حالتان يا أما أنا مدفعت للهودي الناس وبسبب صرقوا الكراسي هيدا احتمال وفي احتمال إنه اللي أنا لأقلت لك يا إنه ساحتة يخربتوا لأ أنا كنت له هيدا عم بيعمل مهرجانات ولا أي مرشع كان يعمل مهرجانات ولكن بالحالتان هول الكراسي اللي هو صاحب وهيدا صاحب مصلحته نصرقوا منه الكراسي نوعا بيعجره أنا طلبت التأمعه وزوجته وكانت كاميرات التيريفزيون عم بتصور عملت مؤتمر صحفي بأوتيل فيا مينا بترابلوس وإجا وأنا عطيته 15 ألف دولار حق الكراسي هني بيطلعوا بكتير حقهم واشترك كراسي جدا يعني غير إنه أنا تشوهت سمعتي وعملوا عملية لحتى يقولوا عمر حرفوش عم يدفعوا أو ما دفعوا عوطله لصاحب الكراسي لأنه هو ضحية مثل ما أنا ضحية طيب مستر عمور بدي أعرف أنا ليه العالم أصلا ما عم بت هلأ غير السياسيين إنه منهم موافقين معك الرأي وأنت جسم جديد بالنسبة لقلهم طيب ليه العالم ما عم بتتقبل هيدا الشي يعني ليه لبناني إنه عنده إيها شغلة إنه هيدا فيها شك شك العام أي شخص بده يكون عم يحكي بمبادئ عم يحكي بتغيير النظام كله سوى اللي إحنا كل لأيتنا بتسأل أي لبناني بيقولك أنا مش راضي عن النظام وأنا ضد النظام الطائفة وأنا بفضل نكون إحنا بدولة مدنية طيب ليش لما بتجي لعنا المساعدة إحنا منرفضها يعني شو السأل شو السبب شو رأيك يعني حتى أنت شوي صغيرة قلت إنه أنا ترابلوس بطلت يعني حاسس إنه فيني أنجح فيها هلأ صرت عم بحكي عن صعيد الوطن بشكل عام أنا من الأصل كان مشروعي مشروع الوطن ولكن أنا ما ترشحت بمطقة تانية أنا ترشحت بطرابلوس لأنا أنا ابن طرابلوس كيفين يترشح ببيروت كيفين يترشح بمنطقة أفكاري العالم تتقبل أكتر كيفين تترشح بغير منطقة؟ طبعاً بلبنان الانتخابات النيابية فيك ترشح بأي منطقة اللي بتدكيها ولكن لازم تكون على أساس المذهب اللي أنت ما يلق له الانتخابات البلدية لأ لازم تكون ابن المنطقة اللي أنت فيها يعني حال كان يترشح بجنوب بمئة صوت كنت كاسني كنت صرت نائب يمكن وكان أهياً أني أنا اشتريهم لا بمزح معك أكيد أوفر ما تشتري ستة ألاف صوت يعني أنا قصدي أنا عندي اليومر مهم بالنسبة لي مظلوط هيومر وطبيعي والأوتو ديريزيون يعني بحب حتى يعني تنتقت حالي تنتقت حالي يعني حب أمزح كمان على القصة الكراسي أنا بالنسبة لي مضحكي جداً يعني فسألتني ليش اللبنانيين ما بيتقبلوا ما بيتقبلوا بالظبط لأنه يعني أنا بحكي مع الأجانب بالنظام اللبناني النظام اللبناني هو القانون باللبنان إذا أخذنا الخالية العائلية اللي هي أساس بالوطن هي العائلة بعض العائلة هو الوطن وبحكي لهم للأجانب هلا بعد نجاية من واشنطن عم بحكي كينت بقلب الكونغرس عم قل لهم أنه اللبناني أصلاً بطبيعته ما بيقدر يحترم القانون بالإجمال لأنه كل لبناني عنده قانون مختلف عن قانون عن اللبناني تاني قالوا لكيف قلت له مثلاً الماروني ما بحقلوا يطلق إلا ما يجي قبول من الفاتيكون أو أنه بده يعطي إثبات أنه المرأة اللي صار له وإياها 30 سنة يعيشوا وإياها وست ولاد يلي عندهم إياهون سواق هو مش ولاده وهو عم يسفتوا هاشي يجيبوا ورائب والأنا مني نايم مع في حياتي وهوضي الأولاد بيعملوا الأدقان إنه مش ولاده حتى يطلق بينما السن والشاعي بيطلق ضغري الأرثوذوكسي أنا سمعت مرة على بودكاست في دردشة بودكاست بحبه كتير البنت يلي هني شاب وبنت بدكان تقول هي أرثوذوكسية وهي تعزفت كتير أشهر حتى تطلق أنه كان في اللجنة من الرهبان حتى يقرروا إذا هي بيحق إلا تطلق ولا لا فالزواج والطلاق هيدا قانون يلي هو قانون بيحكم حياة كل إنسان اللي هي الخلية العائلية فهي مختلفة من بات لبات الورثة أنا سنة ما زنبي أنا سنة اللي بتوفى خيه بيوردني ولا تخيه عنده صبيان مش مرتي مش بناتي لا لأنه أنا خلقها نسني لأنه هيك القانون باللبنان بنا ما شيعي هو ذاته جاري شيعي بالبناء ذاته وبناته بيحقوله بيحقوله يورطهم فكيف ممكن أنه نحنا نقدر نقول أنه اللبنانيين ليش كل ما بتحكي معهم ما بيفقوا معك لأنه كل لبناني عنده قانونه العائلة مشان هيك الزواج المختلط دائما بيليقوه صعب لأنه طيب يصطل وإذا والخل والهايدا الورسة هايدي ما بتنحكي ولكن هايدي بعقل بعقل الناس طيب هايدي اللبناني يلي ما بيؤمن غير بالقانون المذهبي طبعه كيف ده يؤمن بقانون السار والقتل والسرقة وغيره خليني بس لا خليني خلص زيد علي أنه غير الخلية العائلية بالنظام العام والقطاع العام والشأن العام الدين والمسؤولين الدينيين بيدخلوا وبيأرجوا دايما أنه هن القانون السماوي أقوى وأعلى من القانون الوطني ليش وقالت مثلا حدا بيقرب على رئيس البونك مثلا بيطلع البطريك بيقول خط أحمر حتى لو هلأ الأمم المتحدة قالت أنه هو مطلوب نحن البطرياركية منمنح أحد يقرب عليها نفس الشي على الرؤساء الوزراء اللبنانيين شو ما صار عليهم تحقيق ما تحقيق بيطلع المفتي بيقول هيدا خط أحمر شو بيصير بعقلية الناس بيقولوا لا نحن عنا الأساس هو الدين عنا هو الأساس يعني الدين هو اللي بيقرر ومين بعد الدين هو الزعيم السياسي يلي هو قريب من دار الإفتاء هو الزعيم السياسي اللي قريب من البطرياركية القريب من الموحدين دروز شيخ العقل وما أقول إله هنالك فطبعا بعقلية تركيبة عقلية اللبنانية ما بتتقبل أي فكرة ديمقراطية أو فكرة أنونية مش مظبوط هالكلام يمكن النظام هيك معك بس أنه إذا بتطلع باللبنانية برا اللبنانية ما عندهم لا طائفية ولا عندهم مثلا منهم مدنيين أو ما بوافقوا أو حتى يعني نحن نكون عايشين ببلد تاني غير لبنان ولا بحياتنا سألنا هذا الشخص شو انتمائه شو طايفته يعني اللبناني ما عنده هذا الشيء عم تحكي عنه اللبناني 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 الحر برأيه يعني هذا هو اللبناني الحقيقي اللبناني هو حر برأيه أكتر يعني أنا معترض على قصة أنه بالدين أو بالدين أو بهذا هي ما بعتقد أنه هاك يعني أنا سؤالي أنت عدتني أنت هلأ بعدك قايل اللبناني اللي أنا أمريكا منصير جمهوريين أو ديمقراطيين حيثنا في دبي بنحترم النظام اللي في دبي أكتر من الناس لأي إنسان صح؟ أنا هيدا سؤالي ليش اللبناني يعني اللبناني نصح له كذا فرصة من الفرص اللي هي للأسف أنه كانت مأساة على اللبناني هو الانفجار بيروت و لأنه أخذ تعاطف من بعد هيدا الانفجار تعاطف دولي يعني كل العالم حتى شالت يعني حتى العالم اللي مختلف سياسيا مع لبنان شالت اختلفاتها وصارت تساعد هيدا البلد وشفنا كيف يعني الشعب تحد مع بعضه ماكرون نزل أنا شفقت عليه صراحة شفقت عليه بهالمظاهرة اللي نزل لتحد لأنه يمكنش فرجه جانب عاطفة مع اللبنانية وحسيته عشوية يعني طلع من السياسة طبعه وفكر فينا كأشخاص أنه وصدقنا شوي صغيري بعدين أكلت ضرب لما قاعد مع الزعمة الزعمة يعني أكلت ضرب العادي شفقت عليه وشفقت عليه وشفنا قديش يعني يعني أنا يعني حسيت أنه عن جد بأنه مش هيدا اللبنان اللي أنا بيمثلني اللبنان اللي شخص جاي يساعدك أو شخص عم بقدم لك المساعدة عم يوقف مع شعبك شعبك عم يبكي كان أنك هالقدة عم بيمدلك يدو أنت رافض رافض المساعدة النظرة الرومانسية لزيارة ماكرون للبنان صحيحة ولكن هذه النظرة بس إذا بدك تطلع بالواقع ليش راح ماكرون وشو اللي صار بدك تكتشف أنه هالشي مخالف تماما للواقع بالنسبة للمشهد الرومانسي تبع ماكرون ماكرون بيحب القراءة بيحب الشعر بيحب الليتراتور حتى انت وعد أنت ويهي بقدري يقولك يعني شعر من أوله لآخره بتبلش فيه بيكمل لك إيه كلياته زوجته كانت مع استاذته بالمدرسة بيحب العلم والتربي وهيك ومتأثر كتير بمشاهد تاريخية بتاريخ فرنسي يلي عملوا ببيروت هو يعني إعادة صورة لنابوليون هو طالع من جاريوزالام من الأدس وكان في منتشر الطاعون وحاضن بحضنه واحد من العساكر تابعونه عما يموت وما خاف أنه يعديه وهيدا اللوحة مشورة بكل العالم ماكرون ما تنسى رأى على بيروت في الكورونا كان بفرنسا ممنوع حدا يقرب على حدا لأنه الفرنسي كان يمنع بتاخد 200 يورو جزية حتى إذا منك حياتة الماسك بوقتها رأى على بيروت ووقف بين الناس وعانا امرأة بالشارع وهيدا اللي نحن اللي تأثرنا فيه هيدا كان نابوليون بونابارت معانا جندي فرنسي بخسارة معركة وعما يرفع له معنويات هو هيدا اللي كان بالدوية إنه هالمشهد العالم كله هيدا إنه ما في مجال ليش أنت هل قدي علاقتك كويسة بإسلامية وفرنجية لأن باعرفة أنا صغير أنا كنت بيانيست أنا صغير بطرابلوس وصلنا وقت نحكي على البيانو وقت العمادة توني وقت العمادة توني تعرفت على أخت مرته لتوني وصرت أصحاب أو كنت حبيبتك كانت صح تعرف بعرف مزبوط أنا بالحقيقة على العكس يعني أنا حبيبتي هي اللي عرفتني على أسليمان لأنه هي أنا كنت أحبها كثير لكاتيا وبعدني اليوم بحبها وأختها كانت مرته لأسليمان ووقت اللي توني عمله العمادة طلبت من ماريان اللي هي إختها يعني زوجته السابعة لا صار يسأل صار عندك ديبريسيون أنتو تتركتو أو هي توفت توفت وأنا تركت لبنان وقت اللي توفت ولا وعمل عندي كان عندي ردت فعل كثير صعبة لأنه أنا كنت أحبها كثير وأنا بيانيست وكانت هي إلهام يعني مش أكتر من أنه بنت كنت أحبها يعني كان في أكتر من هيك وهي ماتت بي يعني الطريقة اللي ماتت فيها عباسية والعباسية هي أكتر شي أنا بكرهه بالحياة يعني مثلا مثل اللي صار معها يعني ما أنه حرب ما أنه هيك شريط كهرباء ضربة بالشارع ضق بإيده وتوفت وبنت بتجنن كانت وكل الناس بتحبها لحديث هلأ نحنا رفقاتها من كاميري جيلاد ولا جودي عرنوه ولا غيري نحنا كنا نروح على البارتي مع بعضنا نعمل وينسورف مع بعضنا هيك شبيبي برجوازية في كتقول أنا كنت أفقر واحد فيهم وكان عنا حياة بنص الحرب الأهلية السابت كنا نروح على سانتالين نسهر روح على المطاعم عايشين يعني عنا حلم ولا كأنه هالشي كله حاولنا موجود فهذه الحادثة حطتنا بصلب العباسية اللي كنا موجودين فيها نحنا مقلنا على قف فيها نحنا ضحايا الحرب نحنا أهلنا هن المسؤولين يعني جيل اللي قابلنا هن المسؤولين ونحنا الهيئة الجيل اللي نحنا فيه الهيئة كمان عما نشجع لحرب أهلي جديدة إن شاء الله ما بتصير هيك رومانسة وفنان ليه ما بقيت حكيت لي أوكي حبك للوطن بس بدي تحكي لي عن البيانو عن الفن عن البيزنس طبعك يعني كمان هايدي أسئلة كتير سألوني من ناجب مصرياتو يعني أنا بدي أقولهم مثل ما سألوني إيهو بس يعني أمتى سفرت ورحت أول شي على أوكرانيا وأسست شغل هوني بالنسبة من ناجب مصرياتو هني ذاتا اللي بيسألوك سؤال وبيسألوني إيه الألي ما بيسألوا أبدا زعيمون من ناجب مصرياتو وعلى القليل أنا عارفينه ساري تبعا مشكوك بعمرك لو أنا بعمل شي بلبنان لو عندي حي لبيزنس أوكي بيسألوني ما في نحن ننقش نعرف بس أعني أقولها أنا عمبت السام يعني بس أنه قدمش الهدم ناجب مصرياتو هيا المشكلة تاب ليش هو معه ما ساري وأنا ما معه ما ساري لأنه أنا الحقيقة وقت كده تمشى بالطرابلس و بعدني بحب تمشى بالطرابلس أنا بشوف حالي يعني تماما مثل أي طرابلس بشوفه أنا كان المستقبلي رح يكون هو وذاته المستقبل يلي هني هلأ موجودين فيه والانسداد يعني لأنه يزدته حالة من البهر الفرق بس أنه أنا كان عندي بيانو هيدا هو الفرق الوحيد أنه البابا اشترى بيانو لأختي وأنا عزفت بيانو وشركت بمسابقة للبيانو نظم الاتحاد السوفيتي وأنا ربحت الجائزة وسفرت بعدها على موسكو الاتحاد السوفيتي بقيم جورباتشوف أنت ما بتذكر أنت شاب بعدك صغير أنه أصغر مني بس كامل زمان في دولة كبيرة اسم الاتحاد السوفيتي كان جورباتشوف عم يعمل بروسترويكا عم يعمل انفتاح وشفافي الكلمة اللي أنا بحبها وأنا رحت من الشام لأنه بيروت كان وقتها بسكر المطار هلأ العكس هلأ السوريين بيسافروا من بيروت لأنه المطار شوفوا ما أقول الحقيقة ورحت ودرست بيانو بموسكو ولكن أنا بموسكو بالغلط تعرفت على شخص اسمه سيمون سأر من جبال كان زوجته بابنة جنرال سوفيتي مشهور لم أعرف لأفيني مواهب وقال لي بدي عارفك على رئيس الأكاديمي الدبلوماسي سرجي بيرسيبكن صار بعدين سافير بلبنان وفت الدرسة كان عم بعمل اثنان دراسات بيانو وأكاديمي دبلوماسية واحد وتسعين اثنان وتسعين ثلاثة وتسعين بعدين نحل الاتحاد السوفيتي النهار اللي نحل في أنا كنت بزيار عكيف كانت بالاتحاد السوفيتي ولكن صارت دولة مستقلة بابا قدر أرجع على موسكو يقول لي وين الفيزا يقول لي لم نعرف صار نحن هلأ صارنا دولة مستقلة فدلت بكييف ورجعت أسست من جديد ما العلم كان عندي حياتي بموسكو كنت كتير مبسوط بموسكو أسست بأوكرانيا بمدينة اسمة نابوكتروسك وكنت أعرف هونيك أشخاص واحد رئيس معمال واحد رئيس بلدية واحد غورنار يعني كلهم صاروا رئيس جمهورية أوكرانيا رئيس وزارة أوكرانيا حتى أنا كمان رئيس الوزارة أوكرانيا وقت إجا ليونيت كوتشما أنا كتعرفوا كيم مدير معمال صار رئيس جمهورية أوكرانيا أنا وخي يعيط لنا أنا كنت بطرابلس عندي راديو اسمه ساوند أوف سيلنس بيعرفو أهل طرابلس بأيامه فأنا بعرف الراديو يعني فقال كيف بقدر ساعدكم نحن كنا كتار قاعدين هذا المشهد مثل أفلام الهوليوود يعني قاعدين كلهم أنت شو بدي هيدا أنا بدي الغاز أنا بدي النفط أنا وخي كنا أصغر إجادرنا آخر شي قال شو بدك قلت له بدي الأف أم قال لي أنه الأف أم هو الأف أم بس كان للجيش والمخابرات يعني عنده الأم وما في غير راديو واحدة هن تلات راديوات ولكن أساسية من موسكو لكل الاتحاد السوفيتي قالوا أكي عطولا عمر حرفوش الأف أم لما كان عندهم راديوات أصلا ما أنه يعطينا فريكونسي واحدة كل العالم تعرف أنه بتبرم من راديو لراديو لراديو فوقت اللي صاروا بدون يفتحوا راديوات العالم صاروا يجي يشتروه مننا الفريكونسي أول شي يجي الأمريكان هنا أنا أول مليون هنا أمريكا بدون يعملوا صوت 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 فويس أف أمريكا قالوا لهم راح عمر حرفوشو وليد حرفوشو شو لعن نشتروه مننا نحن صرنا مليونيرية من وقتها من الأمريكيين بعدين كل مواحد يجي يفتح راديو يشتري مننا ونحن أساسنا أول راديو بالتاريخ أوكرانيا سوبرنوبا معروفة وكل الأوكران بيعرفوها بعدين فتنا بال وأنت منك أوكراني ما أخذ الجنسية نا خي أخذ أنا غريب جدا أنه ما أخذت ولا أي جنسية ولا طلبت والعالم اليوم الأوكراني بقدر سافروا ما بده بالعالم بدون فيزا وزايد هلأ لأنه في حرب من الروسية ضد أوكرانيا سوبرهم يعطوهم إقامات وبيعطوهم شاءة وبيعطوهم البدنية حتى في برنامج هجرة لأمريكا ولا كانت أنا لبناني ودلات لبناني كل حياتي وعندي حظ أنه يعني بدي فيزا على أمريكا بيعطوني خمس سنين عشر سنين ما أحدا بيعذبني يعني بس بنتظر إذا أريد أعمل فيزا أريد دالت تلت شهر عندهم الباسفور ما فيني روح محل ولكن هذا الشيء يجعلني حاسس باللبنانيتي واللبنانية اللي بعين فكتب عم بحكي لك كيف يعني منان السروي كمان في شيء مهم هو أنه تنفترض مليون دولار بأمريكا شيء أو بدبي ومليون دولار بأوكرانيا بالتسعينات شيء بمليون دولار بأوكرانيا ووقتها بالتسعين فيك تشتري بنايات فيك تشتري كثير إشياء بينما اليوم يقدر تشتري بكييف شقة شقة مليونين فطبعا يعني التوقيت والوقت صرنا مليونيري وصرنا معروفين نحن أنا وخي نحن الوحيدين منا أوكران وبيحبونا الأوكران وخي خصوصا محبوب كثير بالفعل محبوب كثير بعدين خي صار رئيس التلفزيون الأوكراني مع الوقت بتعيين من رئاسة الحكومة نحن أسسنا أهم مجالة موجودة بأوكرانيا اللي هي كنت بتعمل أكبر فضائح سياسية ومن نوقتها أنا هيك بناضل وطيب الفاشن شو أخذك شوية على الفاشن ومودلينج عملت شفت لك كم صورة أول شي حلوين صورك على الإنستجرام أكيد في شي فوق في شي تاتش من المادام بس كمان فت بالفاشن فت بالتصوير الفاشن الفاشن إجاب بالصدفة ما بتحب تحكي عنه لا لا بلانت أحل الشي بحب أحكي عنه طيب تجربتي بالفاشن وكان في مسابقة ملكة جمال أوروبا بالنينتي سابن قروا يعملوها بأوكرانيا فالأوروبيين هي شركة فرنسية كانت عندهم أخباط من شريكهم الأوكراني ما عم بقدروا يحكموا معهم يعني مش مبسوطين معهم وهكا عنا الراديو وكا عنا برامج تليفزيونية فإشو قالوا لهم بالسفارة الأوكرانية بباريس إنه في عمر حرفوش بلا رهجة بين باريس وكييف هو بقدر ينظم المسابقة ملكة جمع الأوروبا كاردون وهيك صار ونظمته جبت ألان دولون كان رئيس اللجنة الحكم وكنا بفريق هيك يعني عملنا بروداكشن حلوة من بين الأشخاص يلي كان معي وقتها شخص اسمه أليكساندر رادينسكي إذا بتشوف على الجوجل هو اليوم من أكبر بروديوسرز بهوليود عنده اتنين أوسكارز عمل هيدا الفيلم يلي فيه توم هونكس وهالي باري يلي بعصور مختلفة هلأ عمل فيلم الشرنوبيل على نتفليكس رهيب من أهم بروديوسرز بالعالم عملنا أنه يلي البروداكشن تبع هيدا ونجحنا وبعنا حقوق وتكون عندك ستار هاي كانت فكرتي وتكون عندك ستار وصير عندك تردا فيش يعني فيك تبيع الورنامج فبعته لكل التليفزيونة أوروبية وفوت الضغري بعلاقات معهم يعني خلاص ستار عندي باليونان بعرف الانتانا تي في بي الراي بإيطاليا الفرنس دو بي فهيكة فرنس روابي بفرنسا البي بي سي بإنجلترا خلاص ستار عندي هاي بيعرفوا أن أنت عما تعمل شيء منيح وكان شو رهيب بعدها كان في بهالفترة كان في بالعالم يلي كان عما يقوى مين كان ستار كانوا مغنيين والممثلين السينما هاي كانوا ستار بالعالم هلأ اليوم طبعا في الكارداشينس بري كل واحد بيعندوا عشرة لايك على الانستجرام ستار وقتها ما كان فيه وكان فيه بس أول طلعت الموديل زي هاني كلودا شيفر نعم يكون بالسيندي كراوفر يلي كانوا بأيجنسي بوقتها كان الماركت الموضة هي الشقر يعني يكون العرضات الأزياء شقر والضعاف والطوال والبيرفكت باديس وين كانوا يقدروا يلاقون بس بسكاندينافين كونترز يعني السويدن والنورفاج وهيك يعني ملك هيدا اكتشفوا أنه وقت لأنا عملت الميسيوروب شافوا أنه حتى الموظيفات يلي كانوا عم يطلعوا يطلعوا وظهر أنه واو أحلى من كلودا شيفر فأيجت اليت للوكالة وطلبوا مني أني أنا إذا فيني نظم اليت بالاتحاد السوفيتي السابق قالوا أنه على شرط أني أنا أعمل شو لأننا نحن بالتفي فعملنا أول بأيليت ما كان قبل لنا حدا يعمل شي عملنا تفي شو كمان أول واحد عملته كان رئيس لجنة الحكم فيتالي كليتشكو البوكسر اللي هو رئيس بلدية كييف وصديقي وفلاديمير كليتشكو مثل بالفيلم أوشين إلافن يلي فيه برات بيت وفيه جورج كلوني وهذا الفيلم أوشين إلافن بأول واحد كل شو يعني فيه سبونسرز عندك التلفزيونات عندك دعاية فأيجاني سبونسرز مثل بركتر أند جامبلر للشعر جيلات كوكاكولا فنجحت بأوكرانيا فيك يعني عملت بسهرة يعني بشوة حت كزا مليون دولار فأجوة إليت قالوا واو فيك تعمل محلات أكتر عملت بمراكش بتونس تحت الأهرامات بمصر هابت من زمان كتير وبدأت أتوسع صار عندي سبع دول بعدين اشتريت حقوق إليت العالمية لل مين بدأت تصير الموضل اللي هي ليش قدرت اشتريت الحقوق لأنه بركتر أند جامبلر تبع الشعر مش بس بيبيع بأوكرانيا بيبيع بروسيا بليبنان بكل العالم فأنا قللهم أنه يبقى أنا رأي على مصر بتروحوا معي وكيفي بورجواء كمان كان عدي كذا وكان وقتها يعني أنا عم بحكي معك لأنه أنت كمان بتحب الفاشن كان جيلات أول ما عم يعملوا الشيفينج للفيميل أول مرة فأنا جبت الفكرة أنه نجيب موضلز يعملوا فيما بدون ما يدقروا الجلد يعني من بعيد هكي يعملوا الموفمنت يعني هاي كانت فكرتي أنا ونجحت وعملت استغير أنه الفاشن كبرودكشن والكونسيبت فصار يروحوا معي وما كان فلطلهم هيتا نعمل الانترناشنال فاينل و وجمعي كل هيدا ثلاثة مئين هيدا ثلاثة مئين هيدا ثلاثة مئين اللي بتربح ستمائة ألف دولار لتكون البنتين بروفيت لاتمائة ألف لتكون جيلات على السنة وعملت كونترا مع كان الكوكاكولا أول منهم عاملين كوكاكولا لايت أنا أفتش على الموضل اللي هي تسامرة هنكا بدون ما تكون معروفة تكون سامرة يعني عندي الكريتير ونجحت ولقيت الموضل لذي اللي عجبتون وقلنوا عشر وتعمل كونترا واحد بس دعاي وخلص ما منهم تكون موضل بعدها طبعا دفعوا لها كثير فعمل عندي أنا سمعة بالعالم أنه بيعرفي يشتغل مثلا ستارز كان عندي أنا بلندن وقت عملت لندن بسكت الضحك كان عندي بيونسي بس بيونسي كانت بجروب اسمه ديستيني تشالز أنا ما كان بدي ديستيني تشالز كانها بالزمان يعني أنا كان بدي مغني ل سمبلي ريد شعره أحمر بحبه كثير عنده غنيت كريزي كنت اسمع كل الوقت وكنت حابب كثير أنه يجي على الشو البروديوسر الامبريساريو قال لي لأ بعطيك على شرط بتاخد سمبلي ريد ديستيني تشالز قال له أنا ما عندي قط كثير باللي إحنا منا شو غناني يعني هنا في الكوروغرافية تبع الموضل جابروني فيهم فأخذتهم بعدين كمان صارت سوبرستار كان عندي بينك مرة كمان أخذتها لأنه قالوا لي خدا بنيس بالفينال بينك بعدين صارت كمان سوبرستار يعني مش لأنه كانت معي هايك صارت يعني الصداف فأنا عندي نجاح كتير قوي فيه من بعد ما عملت الانترناشنل اشتريت 33 بالمية من أسهم أليت صارت واحد من أصحاب أكالية أليت أنا ابنة رابلس يلي ترابلسين رفضيني مثل ما أنت عم بتقول كان عندي بيشتغلوا كسيندي كرافر نامي كومبل كلودا شيفر ليندا إفانجيليستاد أنا مش صاحب كل الشركة 33 بالمية ولكن هاي كنا ثلاثة يعني كله هاي عنده 33 بالمية وكنت عم أنجح وعملت ريفورمز وغيرت الأوانين بالموديلينج ومنعت البنات أقل من 16 سنين يشتغلوا هاي كل الريفورمز أنا عملتها وبعدين أنا تركت إليت وبعت حصتي بملايين الدولارات ما بحقق لي الرقم لأنه الكنتراع بيني وبين إليت ممنعني أني أنا أقون بس أنا كثير حابب أقوله صارت السنين حابب أقوله ما بحقق لي لأنه البنالتي كثير عالية إذا بدي البنالتي أعلى من الرقم اللي أنا أخدته فصرت بقلب أوروبا لأنه الديل صار بسويسرا بجناب كمان مليونير من جديد بقلب سويسرا يعني أوروبا وعمل طبعا هالشي أنا أصلا عندي عامل كتاب اسمه مادلز اللي هو الديكسونيري الوحيد بالهالم اللي بيحكي عن الفاشن اندستري عن المادلينج بزنس وأنا أعتبر خبيري بهذا المجال كل ما بيكون في دوكومنتري دايما بيعملوا معي انترفيوات أنا هلأ حاليا عم أسجل بالبارامونت بارامونت بلاوس 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 مثل نتفليكس أربع حلقات بعدين مخلص سكاي هلأ عم يرضوها بإنجلترا كمان أنا أربع إبيزود أنا بكذا واحد منهم وقريبا بدي أعمل ديزني عمى ست حلقات واحد من الحلقات عني البركور تقريبا عم بيحكي لكي هلأ لأنه تعمل دوكومنتري بيسألوك كل هالأسئلة وهيك فحبوا البركور يعني كيف أوكرانيا وكذا وهيك وكيف صار بعدين فابدون يعملوا حلقة إبيزود هلأ بين التصوير والعرض بيمرق سنو نص تقريبا سكاي اللي هلأ عم ينعرض بإنجلترا بعدين بديبرم بكل العالم صورته من ستة شهر فيعني بتيخوا دواء نعم بس سؤال دغري بالفاشن برجمة غير موضوع شو رأيك باللي عم بيسير هلأ بالتحول بالموديل بمعنى هلأ صارت نظرة العالم أو حتى الاجنسيز اختيارهم للموديل هي الموديل اللي هي بنت عادية بنت كيرفي بنت سامرة بنت في عند المواصفات العادية للأقرب لإلنا مو ريليتبل لإلنا نحنا وطالما أنت كنت من هذه الفترة اللي عم تحكي بيرفكت ومواصفات بالضعف بالطول من إليت من سيندي كرافرد كلاوديا شيفر شو رأيك بهذا الشيء الجديد اللي عم بيصير بيين أنك أنت مطلع تماما على الوضع للإندوستري بعضهم المواصفات البرفكت هن بالإندوستري بعضهم هن الأساس هاودي ما بيشوفون الناس يعني أعطيك مثلا أنا يوليا زوجتي كان ثلاثة سنين هي المواصفات طبع لويس ويتون يعني هي بتروح كل يوم عند الديزاينر وبيعملوا كل الكوليكشن عليها فهن كل التياب يلي بدك تشوفهم بروتوتيب يعني أول مرة على البوديوم بالفاشن شو طبع لويس ويتون معمولين كلتهم على جسمها فمجبورين كل الموادلز الأربعين بدون يجيبوا أكتر يعني ما قال المثلاثين أربعين أو خمسين بدون يكون عندهم نفس الإياس يلي عندها يوليا فوقت بيكون في كاستنج ما بيقدروا ياخدوا أطخن أو أرفع أو صدر أكبر أو فاخد أكبر سوري على الهد بس هي حقيقة العلمية فهيدا بالنسبة للفاشن اندوستري ما فيك تغيرها ليش لأنه إلي صعب أو حيلة ديزاينر معروف في العالم ما بيقدر كل يوم يغير الموادل ويقول هلأ يعطى النور رجع على الأتولي حتى يكبروها لأنه البنت حتى تتخنت شوي يعني بياخدوا حتى البنت يعرفين شو بدأ تاكل شو بتاكل على مدى السنين هل من طبيعتها بتدخن أو ما بتدخن العمل الموادل كرياضي محترف يعني بيقول لك أنا بدي أعمل بوكس بيزينوه قبل ما يطلع على الحلبة البوكس لازم يكون منتبع على أكله مثل الفوتبولر كمان منتبع على إذا حتى أكل بقدونس زيادة بيقول لك أوه يمكن أنا يصير عندي خطأ بالأنو على المرعب هيدا بالنسبة للإندستري يعني اللي هي هندرد أو بيليونز دولار تكستيل كل سنة الموادلينج منه يعني اسم الموادلز منه تقريبا حوال البليون دولار يعني أنا يوليا كيما عاشها بوصل للمئة ألف بلويس بيتون لأنه شغلك اليوم هيدا بالنسبة للإندستري بالنسبة للي هالا عم نشوفه هي اللي بنقول مثلا عمره اليوم تنفطرة شارون ستون ستين سنة بطلع على البوديوم أو زوجة ما بعرفين أو ابنة ما بعرفين هيدا إفة تبع السوشيال ميديا لأنه صاروا بيطلعوا من الإنفلونسرز الناس الجيل الجديد اللي هو بيشتري لأنه إحنا ليش ما منحط ليش دائما بيحطوا بنات صبايا على التياب بنامهن النسوين خمسين سنة لأنه المرأة وقت تطلع على فستان بالدعاية بتفكر وحشيم حتى أنا هالا عم بشرحة مستحيل يتغير تفكيرها حيضل تفكيرها هيك أنه هي إذا لبست هذا الفستان رح يكون شكلها تماما مثل هاي البنت اللي شافت صورتها نحنا الشباب لو شو ما صار حتى أنا واحد منهم أكيد أنت واحد منهم وقت بوقف على مرأة بعمل هيك فكر حالي أرنالد شوارزنيجر ما فيك هاي العقلية هيك وهيك التركيبة تبعيتها فدايما لازم الدعاية تكون للشخص المرأة يلي بدي تشتري تقول أنا بدي يكون شكلي هيك بس مش عمال لدي هاي شغل نمطية يعني أنا هلا ما بوفع كثير أنا أنا عمقول رأيي عم قال لك الاندستري هلا يلي صار بعدين هو أنه معايير الجمال تتغير يعني كيف فجأة صار مؤخرة كارداشيان حلوي لحتيت اليوم أنا ما بدي ترفهم أنه عنده مؤخرة قد جمل كيف ممكن تكون هيدا مؤياس جمال في بنات عم يعملوا عمليات جمل بس مين قال لك أنه المواصفات التانية اللي أنت عم توصفها بأنه تكون ضعيفي و بيرفكت كيف هي مؤياس الجمال لا أقول هذا الاندستري هذا الاندستري ما فيها جمال كان فيه كنترول الاندستري كان عنده الكنترول بالميديا بالتيفي و بالراديو و بالمجلة و بالماجازين كان عنده الكنترول المواصفات اللي بدوا إياها و يفرض علينا و يقلنا هيدا المواصفات اللي أنتوا لازم تحبوها هاي هوليوود و هاي شكلها و هاي الكوفر هاي المواصفات البرفكت يعني إذا بتزيد جرام بتبطل البرفكت فقدوا هالشي متل ما قالت أنت من السوشال ميديا لما صار الأشخاص العاديين العاديين اللي هني صاروا مؤثرين صاروا يأثروا على العالم و العالم تعجب فيهم و تلحقون بنفس الوقت لقون أكتر صادقين يعني حتى الادفيرتايزينج و الميديا راح لعندهم صار يقللهم تعووا سويوا لنا هيدا المنتج و العالم عم تلحقكن أكتر و عم تلحق المواصف اللي هي بيرفكت شايب متل ما إحنا كنا رسمينا لأنه عندها مصدقية أكتر بمعنى ريليتبل و رفض بشكل عام رفض المجتمع اللي راح عطول عم يشتري الإعلانات عم يشتري المنتجات لأنه انت عطول عم تغشوا فصار شو عم تغشوا قصدي عم تبيعوا منتج بس يشوف سيندي كروفورد دغري بيشوف أنه انت طرقتوا مع جيلات و طرقتوا مع ساعات بعتوا مع هيدا اللوك اللي انت عم تقول عنه بيرفكت بعتوا مع كذا غرض و لوي فيتون و شانال بعتوا كل هالقصص فهو عطول عم ينغش ما كان عنده حرية بلاب التعبير ما كان عنده منصة تعبير مثل السوشيال ميديا ولا عنده الكاميرا اللي يصور فيها لأنه ما قادر يصور حكر على أصحاب التلفزيونات وأصحاب الراديو اللي بيسوقوا اللي بالدنيا فصار في رفض تام لهيدا الصورة اللي هي فهلأ هلأ عم تعطي مفعول بالعكس يعني إذا بتجيب هاي المواصفات اللي انت عم تقولي الاندستري بعدها ماشي عليه أنا ما بعتقد الاندستري تغيرت وكومبليت تغيرتي حتى أنا بشتغل مع فيكتوريا سيكرت اتطلع بي فيكتوريا سيكرت بالموضل سابعولهم ما موضوع الحال بكتوريا سيكرت رح تلاقيهم صاروا كيرفي بيطلبوا مني لما أنا صور لفيكتوريا سيكرت بيقول لي ممنوعة تروتش الصورة ممنوعة تعمل ريتوتشينج للصورة ممنوعة تتزغر الخصر وهالأصص هاي دي تركع على طبيعتها لأنه ردة فعل العالم عم بتكون معاكسة تماما كل شي هم بتقوله مزبوط أنا بحب زيد عليه وأعطي نيانس يمكن لأنه أنا عندي اكسبريانس بالاندستري فيه شي المشترك بيني وبينك أنه أنت بتصور فاشن وأنا بتصور فاشن أنا عندي نيك نيم وماريو في كتير ناس ما بيعرفون أنه دعايتها أنا مصورها أو هاي دا الفاشن ستوري أنا مصورها أنا راح زيد شغلي عن اللي أنت قلته أنت رومانسي أنا أنا أول مرة بشوفك ولكن أنت عم تعطي تحليل رومانسي أنه هاي دي البنت هي حقيقية أكتر مثلا وهي دي هاي الحقيقة أكتر هاي الحقيقة هو هاي دا ماركتينج اليوم البنت ضعيفة ولا ناصحة ولا بشعة ولا حلي ما هيدا بيهمهم بيهمهم قداش عندها فالورز قداش هاي يقدروا يشوفوا الصورة تابعيتها يعني إذا اليوم آيلين ماسك بيقبل يلبس فستان آآ آآ آيلين ماسك بيكون هو الموضل تبع شنال هو تبع شنال لأنه عنده هندرد أوف ميليونز من فالورز هيدا واحد بس هون في خطر كتير كبير وهيدا الخطر عم يدفعوا حقوا كل يوم دور الأزياء وقتها عم بيتم إفلاس بمليارات أنا حقلك يعني علميا إذا بتاخد الفضيحة اللي هلأ صارت مع بلانسياجا دعاية مقصودة على الأطفال يعني مقصود ميسج ضد الأطفال ما بدي يفوت بالتفاصيل الكل كما هو خبر ببالانسياجا الديزاينر المساعدين كل الفريق معهم خبر لحديث ما إجاب واحد منه عمت الناس وكشفهم فيك تقول اليوم الشركة كله يترحل تقفلس مشبورين يكحشون للديزاينر كحشوا كل الستاف ويرجع يصير فيهم مثل ما صار مع ديور مع غاليانو وقت اللي عمل انه هو مع النازيين وهو ضد اليهود وهيكي ولكن ديور صاحبه اللي هو بليونير أغنى واحد بالعالم بينما بالانسياجا بتنتمي لجروب أخف قوة هيدا بيارجي انه الأساس يلي هو الكريتير الأساسية العلمية هي الأهم انه الماضل تيجي تعمل شغلتها وتروح تيجي تتصور نعمل الفاشن ستوري وتتصور بدون ما نعرف مين هي هاي الماضل كيف علاقتها مع أهله زوجها بتضربه ولا هي بتضربه هاي معادية للسامية ولا مش معادية ما بنعرف أبدا شي عنا نحن عنا الضمانة انه مش بس هنبيع التيشرت و الفستان شهر او شهرين رح نبيعه على لانه فيه تياب مثل شنال بيعيده نفس التياب ساله اكتر من عشرين سنة حتى ما بيعملوا اشياء جديدة فالخطر وين؟ الخطر انك تكون مثل زوجة الكارداشيون كاني ويست كاني ويست بنهار واحد لجملة واحدة خسر خمسين مليار دولار مش عفد مليار وحاجزوله على كل أمواله بابا يقدر يدفع حتى يشتري غنية على التليفون وعم بيسافر بالإيكونومي كلاس بعدما كان من أغنى أغنياء العالم فهون هو خطر الماركتينج اللي احنا عم نركض ورا الفولورس بدون ما نعرف الفحوة يعني مثلا أنا عندي فيسبوك وعندي عشرة لايك من نهار 13 لايك اكتريته والتي بتحطر ليهون ولكن أنا عندي مضمون بس العالم بتجيب تعمل لايك بينما لو أنا فيها شفت واحدة مصرية بسموه موديلس بس هي حجمة اتحجم معشر موديلس بتلاقي عنده رحت على الانستجرام وقيت عنده مئات الالاف يمكن اكتر من مليون لايك على صورة ما في مضمون الخطر اني انا اقول واو هيدي انا هلا عندي هعطيها اللي تحمله خديها ميت الف دولار بركع بكرة صار عندها فضيحة بركع بكرة طلعت مصورة شي مش مزبوط فهيدا هو الخطر انا من الاشخاص يلي دايما بقول انه خلينا التكستيل ما بتتحمل ابدا اسكندال بدي انهي بشغلة اذا بتشوف انه ما عاد في طاب موديلس يعني اليوم ما فيك تذكر لي اي طاب اللي عم نحكي عليهم خمسة وخمسين سنة ما عاد في نيو طاب موديلس وما عاد في ستارز ديزاينرز غير الليبنانيين لانه الليبنانيين هنه سلف صاحبين شغلون دور الاتياب كل لياتهم يلي باوروبا بتشوفوا كل المشاهير يعني بيشيلوهم بيجيبوا ناس بس بيعرفوا يعملوا تياب وما يفتشوا حتى يكونوا تياب حلوي وعنا بيحطوا بالصف الاول طبع الفاشن شوز الانفلوانسرز يلي بين الليل وضحاها ممكن يصير عنده سكندال شو بيصير انا اذا انا اليوم كريسيان ديور وحاتت كاني واست باول صف بدي ارجع شيل كل الارشيف اللي على عشرين سنة وعشر سنة اللي قاعد فيها كاني واست بايا شو مشان امحيه لكاني واست حتى ما يبين بايا بايا صورة فانا ليش عم مخاطر لانه عم بركض ورا الماركتينج فانا اللي اصدق لك هي انه الماركتينج شي والاندستري هي بحاد ذاته شي طح مزبوط هلا فيه ريسك من ناحيتين بس ممكن كنا قبل نستعمل موديل تكون ما الا صوت ما الا ما الا تنقول مانا مشهورة سوشال ميديا حتى لو كانت موديل لانه فيه مواصفات معينة عم نستعمل هلا صرنا عم نستعمل اشخاص في عندهم شخصية وعندهم واقرب لاننا بس الريسك موجود ما بتعرف شو بيكونوا يعني عاملين بحياتهم شخصية بس صارت الفاشن يتوزع على مثل ما انت قلت يعني بطل فيه طوب موديل صاروا مضطرين يوزعوه على عدة شخصيات وما يحطوا كل ولازم بكل دعاية يكون فيه السمرة والشقرة والازياتيك اجباري وصار فيه الكيد الشارج يعني الاشياء اجبارية كتير كتير صعبة انا وقال تكون عندي فاشن ستوري كأنك عم تعمل جمهورية لبنان التالتة يعني عندك شروط ما بتخلص منه كمان فيه جامعيات نسائية كانت عم ترفض هذا الشي وبصير فيه يعني ممكن البراند خلص ينتهي لما بصير فيه حملة عليه بس هذا الشيء منيح الديفرسيتي هيدا شيء إنساني هيدا انا معه يعني ليش يعني الوقت كنت بإليت كنت دائما ناضل حتى يكون يكون فيه ماضل دول عربية كنت اعمل كاستنجز بالمغرب شوفوا ان المغربية عندهم كل الكريتير وما كان يمشي لها يعني كان فيه رفض هلأ اليوم بشوف انه العكس يعني الموفمنت اللي عم تنعمل ممكن اوقات نقول نحسها قاسيا وهيك ولكن النتيجة تبعيتها كتير بوزيتيف يعطيك مسأل كمان بأوروبا اجت فترة صار يقولوا لازم المرأة تشارك بالسياسة صار يجي نواب نساء مثلا ما بيعاب ما كتير بيعرفوا السياسة تطلع وزيرة ورئيسة وزراء ما كتير تعرف سنقول اوه هذا الشيء ممليحي اللي عم هنعملوه ولكن بعد عشر سنين واثر فيه نساء كتير عم تشارك اكتشفنا انه المرأة يمكن تكون والاكتر الاماكن احسن الرجل بالسياسة مشان هيك بتلاقي بالدول السكندينوية كتيريتهم رؤساء جمهورية نساء الحكومات نساء كمان رؤساء بفرنسا هلأ عنا رئيسة حكومة امرأة فهيدا لازم يكون فيه حتى نقدر نكتشف اذا صح وراء بس انا كعمر حرفوش دايما مع الديورسيتي دايما مع انا نعطي حقوق اكتر حقوق ممكن لكل الاشخاص ما فينا نقول هيدا اللون مرفوض او هيدا الاصل ما بدنا اياه هيدا اللي ما لازم يسير وتزيد على الشيء انه القرى الارضية صارت يعني كلتنا موصلين ببعضنا قبل يلي عايش مثلا تنفترد بافريقيا الوسطى ما عنده فكرة بمشكلة او بسكندال سير بمجال الموضة بفرنسا هلأ دغري بيعرفوا فيه بالانستجرام وبالتويتر وبفيسبوك فصارت الكل الرأي بالارض مهم وانا هالشي معه انا هالشي بحبه وحتى الاوقات بيصير فيه ابيوز يعني بيصير في زيادة يعني لزوم فيه ناس تستفيد من هذا الموضوع مثل مثلا جمعيات النسائية اللي هي بيكون هدفة انه بتحكي بحقوق المرأة من شان حتى عنده هداف مختلفة عن بالفعل حق المرأة يكون اجراسيف كتير او حتى الحقوق المساليني اللي انا معه حق المسالين بس ما انه يصير اجباري كلنا نصير مسالين لا انه فيه الوحد كمان ما يكون مسالي انا ما بدي بنتي بالمدرسة مثلا يجبروها تلعب فوتبول وما تلعب باللعبة وبالسيارة هي بتقرر فالوقت بيصير في وهالشي انا بيتمنى انه ما يدل ان كل واحد يكون عنده الحرية هو مثل ما هو خلقان او مثل ما هو بده فهيدي الابيوز لازم ننتبه عليها لانه نحن هلا بمرحلة كتير الحقوق الانسان الفكر الرأي هيكون هو الطاغي على كل شيء لانه عم نتقدم الانسانية عم تصير متطورة وعم تصير عم تتحسن كل يوم بسرعة خارقة فلازم ننتبه على الابيوز وانت عم تدافع عن حقوق المرأة ومن ضمن يعني الاشياء بالجمهورية التالتة هي اعطاء الجنسية للمرأة المتزوجة من شخص غير لبناني لاطفالها شو الاشياء التانية اللي بالجمهورية التالتة حتى انتخاب الرئيس دايريكتل من الشعب حكمل بالمرأة لانه مش بس هذا الحق بديها كمان بدي حق الحضاني بدي الام وقت الطلاق هي يكون الحق الاول بحضانة اولادها مش الرجل بلبنان اكتر المحاكم الشرعية واكتر الطلاق بيصير اوكي بديك تطلي بس الولاد بيدلوا مع الاب بيكون ولد عمله ستة شهر ثلاثة شهر بيكون عم يرضع بعده لانه العقلية متخلفة ومتحجرة انا مع حق الحضاني لانه اهم حق بالعالم انتب ليش ليش بيعطوا الحق للرجل يعني شو على اي عنون عم يلحق وهل هو شي مذهب ديني بتعلق بالمذهب ما تعلق بالفكر انه هي بعدها متتزوج رجل تاني هو غريب عن هولولاد اذا عندها بنات ممكن تتحشر فيها وكذا في ايش ممكن الواحد يفكر فيها ولكن بلبنان المرأة ما عندها حق الحضاني انا بهيدا الاخصوص ما حق الحضاني انا بالنسبة الجمهورية اللبنية تالتة مع انتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب على الاساس بيصير عنها تاريخ يعني منعرف انه بيتخلص صلاحية الرئيس اللي موجود بهالتاريخ وبعده يعني بدل خلص هو خلصت صلاحيته بنتظر الرئيس الجديد يلي خلص مارف كل ست سنية بهالتاريخ في اول دورة وبعد خمس عشر نارف الدورة التانية كنعرفين انه مش رح يصير فراء رح يكون في رئيس جمهورية انا مع حلان بهذا الخصوص اما انه نحنا ندل نقول انه في خصوصية لبنان اللي هي الخصوصية المارونية انه نحافظ على الرمز انه يكون الرئيس اللبناني ماروني فقط ولكن ساعته ما بيكون عنده اي صلاحيات غير بروتوكولية يعني بيكون رئيس جمهورية لبنان مثل رئيس جمهورية ايطاليا مثل الالمانيا ما بيعمل شي غير بيستقبل رؤساء وما بيحقلوا يقرروا شي ولا حتى بيحضر اجتماعات رؤساء الوزراء او بيكون عابر للطواقف وساعتها بيكون النظام رئاسي رئيس جمهوري هو اللي بعين رئيس الوزراء هو اللي بيقرر السياسة الداخلية والخارجية واذا كان رئيس الوزراء هو الحاكم يعني اذا دلنا على رئيس الجمهورية ماروني لانه هيك اللبنان الخرب هيك بيحاب لبنان وانا مع حماية الاقلية المسيحية ساعتها رئيس الوزراء يأتي من الاكسرية النيابية يعني الشعب ينتخب النواب بيطلع من الاكسرية النيابية رئيس وزراء اليوم نحن عنا رئيس وزراء مكلف منه نائب ما عنده ولا اي نائب ما عنده ولا اي فريق سياسي ولا عنده حزب ولا عنده طيار وهي دي يمكن الدولة الوحيدة بالعالم اللي فيه هالشيه لازم رئيس الوزراء يكون من الاكسرية النيابية لحتى يصير فيه حركة ديمقراطية لحتي يصير في برنامج انتخابي حتى لان هايس بتقول بلانتخب هيدا النائب بدي يكون عنده اكسرين يميل حتى يمشي هيدا البرنامج مش لانه من هيدا الدين وهيدا المذهب طبعا انتخابات عابرة للطواقف ما فيش اسمه رئيس وزراء من لا ينتمي لهيدا المذهب ولا رئيس ولا رئيس برلمون ينتمي لهيدا المذهب كل مركز يجي للانسان الكفوق مش معقول يكون الانسان كفوق بمذهب انت سألتني تلي اني انا كنت نائب بترشحت عاساس انا مسلم سني انت بتشخص اني انا كفوق الكفاءة تبعيتي اني انا مسلم سني لا بس انه هيدا النظام بس انت لما عم بتخلي الرئيس الجمهوري يكون ماروني او يضل ماروني رمزي بس خليته ماروني او خليته مسيحي بالنهاية رئيس الوزراء عطيته كل الصلاحيات وهو مسلم لا عبر للطواقف ساعتها بس رئيس الجمهوري رمزي مسيحي اذا بالرفيرندوم اذا عملنا استفتاء يعني ممكن يجي رئيس وزراء مسيحي يمكن يكون شيعي يمكن يكون درزي يمكن يكون علوي يمكن يكون كلداني يمكن يكون مسيحي مفقية مش يكون رئيس جمهوري ماروني الي اليوم رئيس فرنسا مسيحي هل يعني المسيحيين هن المتحكمين بسلسة فرنسا لا في ست ملايين مسلم عايشين بنفس القانون وبنفس السيطان حتى الفكرة ما بتخطرلن بانجلترا رئيس الحكومي مسلم معاناية المسلمين هن اللي حاكمين بانجلترا هيدا هيدا الفكرة الطائفية هي اللي بتخلينا نفكر هيك بس وابدكون نحنا عم ننتخب على الكفاءة ساعتها انت فيك تكون رئيس موري بس بدك تلغي يعني طعفية بغية بس انه قصدي النظام كله بدي يكون مدني النظام كله بدك تلغي طعفية دوية علمانية الزواج مدني الطلاق مدني والرئيس مش دروا يكون ماروني ساعتها بصح انا مع انه ما يكون ولكن بنقدر نعمل رفرندوم نقدر نعمل استفتاء نسأل اللبناني بدكن يكون رئيس موري ماروني ساعتها رمزي او بتكون يكون رئيس ونظام رئاسي عابر للطواقف ساعتها يعني اللي بيربح بالاستفتاء هو بيمشي فيه للشعب ولكن ليش عم قال لك الشي مش عم قولوا لانه انا حابب انه يكون رئيس موري ماروني لانه كل الدول القراري اللي زرتها كلهم مصرين انه لبنان عنده ميزة هن الواحدين المسيحيني اليوم موجودين فيه لانه باسرائيل المسيحين الموجودين صاروا اسرائيليين وهي دولة عبرية يهودية سوريا عندهم النظام يهودي فعلق قليل انه بلبنان يدل في المسيحين الشرق انا شخصيا تلميذ الفرار وهاشي بتقبله يعني ما عندي اي مشكلة ولكن على شرط النساءاته يكون رمزي يعني انا يكون اليوم رئيس لبنان ماروني ولكن رمزي بس بيقدم ميداليات وبيستقبل على المطار الناس وهيك ما عندي اي مشكلة بس يكون ماروني ورئيس يرأس لا انا ضده لانه سيعته هو يعتبر كفوق بيدينه انا سهيدة بعتبره شي عنصري وطائفي لازم البرلمان وقت بيكون يجب عابر للطواف ينتخب بترشحوا يعني قضاة ليكون عندهم تيتر يعني يكونوا قاضي ضد الفساد لمحاربة الفساد يتم التصويت لقلهم بقلب البرلمان الاكسرية النبي بتعطيهم الصلاحية يكون قاضي ضد الفساد خلال كل فترة رئاسة الجمهورية والبرلمان وبيكون عنده الشرطة الخاصة فيه النواب لنا القضاة الماجستراء الخاصين فيه الخبراء المعلوماتين الخاصين فيه وما بيكون عنده اي علاقة لا مع رئاس جمهورية ولا مع رئاس الوزراء ولا مع البرلمان ولا مع الوزارة العدل ولا وزارة الدخلية بيقرر يفتح الملفات البدوية هيحبس البده اياه لمحاربة الفساد. بالجمهورية اللبنانية التالتة لازم يكون في شيء اسمه مثل الخدمة العسكرية اللي هو مش خدمة عسكرية خدمة بدنية لستة شهر يلي هي بتخلي الشبيبة الشباب والصبايا ينتقلوا من منطقة يلي يعيشوا من منطقة تانية لحتى يتعرفوا على لانحنا اللبنان كأنه قارة ما بيعرفوا عداد بعضا لللبنانيين لحتى بس يصير فيه جيل جديد يندمج مع بعضه يصير يعرف الكيف هيدا بفكر ليش هيدا لهشت وهيك. نحن عنا بنعرف وقت واحد بقول انا بنعرف من اي مزهر. من كيف اللهجة الانا هيده تلتغى وقتا بصير مثلا انا بقول واحد نحنا بترابز وتقول واحد ليش لانه كاتيا كنت تقول واحد ما كانت تقول واحد لانه انا كنت اعرف كاتيا لانك حكينا عنا هديك ساعات عم قللك كيف ممكن الدمج والاختلاط مع الاخرين بتغير اللهجة بتغير العقلية بتصير تتقبل ما تنظر لها الضيعة إنو هي ضاعة معاضية لأنك قعدت فيها مش عسكرية مدنية بالجمهورية اللبنانية الثالثة لازم التربية والتعليم تكون متساوية للكل مستحيل يكون عنا نفس الفكر إذا بكل مدرسة العلم فيها مختلف يعني يلي معه مصاري بولاده بقدروا يكون عنده انفتاح يكون عنده العلم يقدروا يدرسوا ماتماتيك وفيزيك ويمكن عالم نفس وفلسفة بينما بالمدارس الدولي يدوم عنده ثلاثة أيام بجمع مدرسة وهذا إذا كان في مدرسة التركيز البجت أكبر بجت بالخزينة البجت تبع الحكومة يجب أن يكون للتربية والتعليم للمدارس الدولي أنا شخصيا عمّر مدرسة للدولة ليس لقليل مدرسة وبيبلاش لأنه ما لأكتريات الزعمائية اللي حكينا عنهم بيعملوا مدارس وجامعات بس تدفع حتى تدرس عندهم أنا معمّرة والنصريات الخاصة لأنه أؤمن بالعلم أؤمن بالتربية البابا أستاذ مدرسة الماما مديرت مدرسة زوجة والدي كمان معلمة مربية أؤمن جدا بالتربية والتعليم وبالنسبة لي لازم يكون المنهج موحد هو ذاته إذا واحد يريد يدرس بمدرسة إنجلية أو مدرسة إسلامية أو هيك بيكون البكالوريا طبعه مش معترفين مثل ما أنه موجود بفرنسا ساعته بمجبور أنه يدرس مدرسة دينية أو تابعة لدين ولكن من نفس الوقت يدرس بطريقة متوازية البرنامج اللي هو على مستوكل لبنان أنا مع لبنان سلم داخلي وسلم أي سلام خارجي أنا واحد من اللي عم بفكروا بيقدر كلنا نفكر مع بعضنا ونطلع بنظام سياسي جديد ويقولوا بولا بعد ثلاثة شهر من هلأ ثلاثة شهر بدنا ننتخب رئيس ما فينا ندل هيك سنة سنة ونوص مثل ما صار مع ميشيل عون سنتين ما في رئيس جمهورية وخلص ومفوض بعهد جديد يعني عهد جمهوري جديد يلي أنا عم أقول لك عم تقول لي حلم بس من عشرين سرين مين كان ممكن يصدق أنه الصحراء يلي هل أنا وياك قاعدين فيها راح تكون هجرني لليوم نحنا شايفينها مين كان ممكن يصدقه للأمير يلي قال هيدا مشروعي مستحيل كان هذا يصدقه ولكن اليوم المعجزة الإماراتية أصعب بملايين المرات من المعجزة اللبنانية ليش؟ لأنه في لبنان كل شي موجود فضل بس أنه نحن نوقف الصرقة نغير النظام السياسي نعمل ريفورم اقتصادية يعني إصلاحات اقتصادية وكل شي بيمشي أنت مربحت للانتخابات اللبنانية بس هلأ شو الطريق غير أنه سياسيا أو إعلاميا أنت عم تكون موجود باجتماعاتك بره مقابلاتك بلقاءاتك بأميركا بفرنسا بس على الأرض بلبنان رح تنطر انتخابات جديدة شو رح تعمل؟ لا أنا مني نطر انتخابات جديدة طبعا أنا عم موجود على الأرض وحتى موجود أكتر من نواب انتخبوا بالبرلمان قلت لك عندي مشروع المدرسة عم أحسنه كل مرة حتى عم نعمل غرفة موسيقية حيكون فيها بيانو جيتار وقالية موسيقية غرفة للرسم بقاية بهذه المدرسة عم ببرم على العواصم القرار لحتى نقدر يعني يتفق الكل أنه نحن لازم نصير في تغيير للبنان هذا يتطلب وقت كتير مجهود جرقة عم عرض حياتي للخطر أنا زوجته بنتي أو صورينا بلبنان عمل تراوما عند زوجته بنتي بوقت القلب يروحوا على لبنان يعني مني وضعي منه هالسوبار يعني منه انه والله خارق بالله هذا بس مع موقف عم كمل وعندي مشروع بس اخلص من برمة الاوروبية اني انا ابرم على المسؤولين اللبنانيين متل ما ابرم على الاجانب قللهم هاي خلاصة النتائج اللقاءات اللي انا عملتا ويارب اقنعهم واحد واحد وخصوصا البتراكوسا المفتي بضروري التغيير النظام اللبناني الطائفي والغاو اخر سؤال برأيك انت ورح سيصير عنا رئيس جمهورية بلبنان بلبنان رئيس جمهورية حيصير ولا مش حيصير الفضيحة موجودة انه احنا اليوم ما في عنا رئيس وما حدا مرشح يعني يلي هني بدون يصيروا رئيسات جمهورية مش مرشحين بتقولوا لسمان فرنجي انت مرشح بقلك لا بس تنينتهم بدون يصيروا رئيسات جمهورية هاي الدولة الوحيدة بالعالم يلي بدون يصيروا الرئيسات ما بيترشحوا بيحترقوا بيحترقوا يعني ملت كأننا نحنا بالفاتيكان بس بالفاتيكان بيحطوهم بغرفة وما بيخلون يطلعوا إلا ما يتفقوا على رئيس على بابا بلبنان كل خميس بيجو بعدين بيروها بيكملوا حياتهم على العادية وبالتاريخ الفاتيكان في بابوات ما كان بدون يصيروا يعني طلع اسمهم وصاروا من بينتهم بنيديكت السادس عشر اللي بعده عايش استقال لأنه ما بدو ممكن نحنا يكون عنا زياد بارود يلي كل مرة بيحطوا اسمه وكل مرة بقول أنا ما بدي يصير رئيس جمهورية هلا فجأة انه بالغلط كلهم يحطوا الاكترية يحطوا اسمه بيصير زياد بارود رئيس جمهورية هو ما بدو فعنا يعني مثل هو الخيال العلمي يعني الوضع باللبنان فمين حيكون رئيس جمهورية فضيحة بكل أخوة مين من كان يكون أنا بستحي اني كون منتمي لهيدا النظام السياسي أنا بستحي اني انه يكون أشقاء اللبنانيين يلي حمليه نفس الجنسية يلي أنا حمليها موافقين على هيدا الشي هو ويحاربوا بعضهم منشان شي فضائحي عمر حرفوش thank you so much مرسي thanks for coming to my podcast thank you